إذن الشعوب العربية صغيرة أي أن التعليم الآن مهم جدا لتحديد مستقبل العالم العربي فماذا عن حال التعليم في العالم العربي اليوم؟ فلنتحدث عن نسبة الأمية في العالم العربي واحد من كل أربع عرب لا يستطيع القراءة أو الكتابة أمي وهذه النسب تتفاوت باختلاف الدول العربية فاليمن مثلا لديه نسبة أمية تقارب 35% بينما الأردن لديه نسبة أمية تقارب 4% ويمكنك مقارنة نسبة الأمية في الدول العربية بالدول غير العربية التي اخترتها لكم البرازيل وتركيا والصين والفليبين والولايات المتحدة والمقارنة واضحة العالم العربي يحتاج إلى فعل المزيد لخفض الأمية في الحقيقة هذه النسب غير مقبولة أبدا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم العرب يدينون بالديانة الإسلامية فهذا معناه أن واحد من كل أربعة عرب لا يستطيعون تحقيق أول أمر إلهي نزل في دينهم اقرأ وإذا نظرنا إلى نسبة الأمية للإناث بشكل خاص في العالم العربي فنرى أن المشكلة أكبر واحدة من كل ثلاثة نساء عرب لا تستطيع القراءة والكتابة تقريبا نصف اليمنيين النساء في اليمن لا يستطيعون القراءة والكتابة هذه النسب حقا تضايقني تقلقني ولكنها تضايقني كيف سمحنا لأنفسنا بالوصول إلى هذا ولماذا وما السبيل للخروج منه وهل هذه النسب من الأمية متوافقة بأحلام وطموحات الشباب العربي هل هي متناسبة بتركيز التاريخ العربي المجيد على العلم والتعليم هل تتناسب والعصر الذهبي للعرب هل تتناسب والعلماء العرب والمسلمين الذين خرجوا من هذه المنطقة تاريخيا كيف وصلنا إلى هذا وهذا فقط إذا نظرنا إلى مؤشرات الكم في التعليم أي مؤشرات الأمية في العالم العربي ولكن إذا نظرنا إلى مؤشرات نوعية التعليم فالصورة أيضا مؤسفة لا يهمنا فقط أن نعلم الناس القراءة والكتابة بل يجب تعليم الناس بمستوى عال يرقبهم يفتح الآفاق أمامهم يعطيهم المهارات للحصول على عمل يعطيهم المهارات للنمو الاقتصادي يعطيهم إمكانية التماشي مع الزمن وهذه الفكرة ليست غريبة علينا وليست غريبة على تراثنا فمقولة جميلة تعجبني تنسب إلى الإمام علي تقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تقول علموا أولادكم غير ما علمتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم أين نحن من هذا التعليم العربي من ناحية النوعية معتمد بشكل كبير على الإعادة والتكرار والحفظ والإعادة والتكرار والحفظ بشكل لا يسمح للعقول العربية الناشئة بالكبر والنمو وتحقيق ما تريد تحقيقه في مستقبلها أعطيكم مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي يقيس عدة نوعيات من المؤسسات في مختلف بلدان العالم إحدى المقاييس التي يقومون بقياسها هي نوعية التعليم الابتدائي في مختلف البلاد فنظروا إلى نوعية التعليم الابتدائي في المرحلة الابتدائية في 148 دولة جاء ترتيب مصر 148 أي أن مصر في المرحلة الأخيرة عالمياً في نوعية التعليم الابتدائي تخيلوا هذه المأساة تخيلوا الأعداد الهائلة من الأطفال المصريين الذين يحرموا وباقي أطفال العرب وباقي أطفال غير العرب من الذين لا يحصلون على تعليم مناسب هذه بالحقيقة بالنسبة لي مشكلة كبيرة يجب التحدث عنها بصراحة يجب إعطاءها أكبر أولوية كنت أتحدث مع إحدى المسؤولين من سنجابورا في يوم من الأيام وسألته سؤال بسيط إذا أردت أن تضع يدك على شيء واحد فعلتوه في سنجابورا لتحقيق هذه المعجزة الاقتصادية التي تمتعتم بها وسنتحدث عن سنجابورا في المستقبل في هذه المحاضرات وسننظر إلى في هذه المحاضرة وسننظر إلى الإنجازات الكبيرة التي حققوها اقتصادياً فسألته إذا أردت أن تضع يدك على ذلك ما برأيك أهم أمر فعلتموه في سنجابورا لتغيير المجرى التي كنتم تعيشونه فكر ونظر لي وقال التعليم المسألة بسيطة قال لي التعليم أتدري ماذا فعلنا نظرنا إلى المعلمين في سنجابورا فوجدنا أن قطاع التعليم يجتذب الخريجين من الجامعات الذين يحصلون على أدنى علامات أي أننا لم نكن نجتذب الخريجين الأفضل لتعليم أطفالنا ونظرنا إلى سبب ذلك ووجدنا الأمر واضح إذ أن راتب المعلم في سنجابورا كان أدنى من غيره فقلبنا المعضلة على رأسها رفعنا رواتب المعلمين حتى تكون من أعلى المهن في سنجابورا وانتظرنا ثلاثين سنة انتظرنا حتى يمر جيل بعد جيل يتحسن تعليمه ويستفيد ويرفع الاقتصاد ويحسن من وضع البلد ويعيد تحسين التعليم ويرفع الاقتصاد ويحسن من وضع الولد وحصلت المعجزة الاقتصادية فأين نحن من هذا؟ ترجمة نانسي قنقر